موسيقى ستة أسرار مذهلة عن كوكب الأرض واحد محيط في باطن الأرض اكتشف العلماء أن هناك مخزونا هائلا من المياه على عمق ستمائة وستين كيلو مترا أسفل سطح الأرض فهذا المحيط المخفي تحت الأرض موجود بين سخور زرقاء تسمى الرينجو دايت وتعمل تلك السخور كإسفنجة تقوم بتخزين المياه والهايدروجين وقد تم ملاحظة تواجد تلك السخور التي تحتوي على الرينجو دايت بأحد النيازك التي سقطت على الأرض ولهذا يعتقد بعض العلماء أن المياه قد وجدت على سطح الأرض بفضل تلك النيازك التي اصطدمت بالأرض ويعتقد العلماء أيضا أن كمية المياه الهائلة المخزنة في باطن الأرض كافية لملء المحيطات جميعها ثلاثة مرات ومن جانب آخر يعتقد العالم ستيفن جاكوبس أنه من الممكن أن تكون مياه سطح الأرض نابعة من باطنها عن طريق عمليات خاصة كالأنشطة الجيولوجية لكن تلك النظرية تتعارض تماما مع نظرية أن المياه قد تواجدت بفضل والنيازك والمذنبات والأجرام السماوية اثنان جاذبية مختلفة يعتقد العديد أن جاذبية الأرض موزعة على السطح بشكل متساوي بكل أرجاء الكوكب لكن هناك بعض الأماكن التي تنخفض بها القوة الجاذبية كخليجي هودسون بكندا لكن كي نفهم ما يحدث بخليجي هودسون علينا أن نفهم أولا أن الجاذبية متعلقة بالكتلة فكلما كانت الكتلة أقل كانت الجاذبية كذلك أقل والجدير بالذكر أيضا أن الكرة الأرضية ليست كروية وأن قطبيها مسطحان وأن الكتلة ليست موزعة بالتناسب على كوكب الأرض وبالعودة إلى حديثنا إذن فإن خليج هودسون يخسر كتلته بسبب ذوبان الأنهار الجليدية بفعل صهار النواة الأرضية ولهذا فإن المكان ذو الكتلة المنخفضة تنخفض به الجاذبية ثلاثة بانجيا القارة العظمى نشأت تلك القارة العظمى في نهاية الحقبة الأولية وبداية الحقبة الوسطى فكانت تضم معظم الأجزاء اليابسة على سطح الأرض وقد نشأت نتيجة لتحرك الصفائح التكتونية فقد توحدت كل القارات منذ ثلاثمائة مليون سنة لتصبح قارة واحدة وبعد مائة مليون سنة تشققت تلك القارة لتصبح القارات المتواجدة حاليا ويعتقد العلماء أنه بسبب التحركات المستمرة للصفائح التكتونية قد تصبح القارات كلها قارة واحدة من جديد في غضون مائتين وخمسين مليون سنة والتي سيطلق عليها اسم قارة بانجيا الأخيرة والدليل على ذلك أن هاواي المتواجدة بالمحيط الهادي تقترب من أراسكا بمعدل ثلاث بوصات تقريبا أربعة الشمس قنبلة موقوتة يتوقع العلماء أن حرارة وضوء الشمس ستزداد عشرة أضعاف في غضون المليار سنة القادمة حيث إنه بالواقع حرارة الشمس قد ازدادت بنسبة ثلاثين في المائة من بداية نشأتها ولهذا فإن كل المحيطات والبحار على كوكب الأرض ستتبخر بشكل كامل بعد أربعة مليارات سنة بفعل زيادة الاحتباس الحراري وسيؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارة كوكبنا إلى سبعمائة وخمسين فهر هايت فسيكون من المستحيل إمكانية وجود حياة على الكوكب حينها وبعد سبعة مليارات عام ونصف العام سيتحول السطح الأرض إلى صحارة جافة شبيهة بسطح المريخ وستكون حرارة الشمس مستمرة في الازدياد فتتحول إلى عملاق أحمر وعند الوصول عند تلك المرحلة يتوقع العلماء أن الشمس حينها تصل إلى عملاق أحمر ستبتلع الأرض وهذا يعني النهاية الحاسمة لكوكبنا الأرضي خمسة ميكروبات أكثر من البشر قد يعتقد بعض الناس أن البشر هم الكائنات المسيطرة على كوكب الأرض اعتمادا على تخطي عدد سكان الأرض السبعة مليارات واربعمائة مليون وفقا لإحصائية الفين وستة عشر لكن هذا ليس صحيحا فملعقة واحدة من الطين بها عدد من الميكروبات الحية أكثر من عدد كل سكان الأرض ولهذا إذا شعرنا يوما أننا الأكثر عددا على الكوكب فعلينا أن نضع باعتبارنا إذن أن عدد حبات الرمال يقدر بحوالي سبعة آلاف وخمسمائة تريليون حبة رمل بل ونضع باعتبارنا أيضا أن عددنا لم يتخطى عدد الكائنات البحرية الموجودة في المسطحات المائية ستة عدم اكتشاف المحيطات على الرغم أننا قد وصلنا إلى مرحلة الصعود على سطح القمر إلا أنه من جانب آخر لم نكتشف فقط سوى سبعة في المائة من المحيطات ولهذا من المضحك أن ننظر إلى الفضاء على أنه عالم مجهول تماما فننفق الكثير من المال والوقت في محاولة استكشافه بينما توجد أماكن في كوكبنا قريبة منا لم نكتشفها بعد أجل أنا أتحدث عن المحيطات فحتى يومنا هذا كل ما قد اكتشفناه بالمحيط فقط مئة ألف نوع من الكائنات البحرية بينما يقدر أنه لا يزال هناك عشرون مليون نوع آخر لم يتم اكتشافه بعد عشرون مليون كائن حي لم تراه العين البشرية من قبل ولهذا يمكننا القول إن المحيطات تعتبر أماكن غير مستكشفة تقريبا فربما بها قارات أو مخلوقات فضائية لم يتم الكشف عنها بعد ولربما تكون أسطورة الحوريات البحرية حقيقة لم نكتشفها أيضا إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنواتها التالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة